بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء المسلين نبياً ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بناء طلاب وطالبات صف الثاني ابتدائي من التعليم المستمر في درس جديد في مادة التربية بدنية معي أنا نستهد مادة الحميدان درساً ومهرتنا لهذا اليوم ستكون التمرير بيداً واحدة من مستوى الكاتفية أبطال متطلبات النشاط البدني يجب عليك دائماً أن تلتزم بها حتى تعيش حياة صحية وسعيدة دائماً يأطاله حتى تتمت جسمك بالطاقة وتستطيع أداء الأنشطة الرياضية وأنت تتمتع بالطاقة يجب عليك النوم المبكر وتجنب السهر وأخذ القدر الكافي من النوم ليلاً أيضاً تناول وجبات الصحية في أوقاتها الصحيح والابتعاد عن الأغذية الضارة ثلاثة دائماً وسائل الأمن والسلامة يا أبطال يجب أن تكون متوفرة قبل أداء النشاط البدني كما يجب عليك ارتداء زي الرياضي لممارسة الأنشطة الرياضية أخيراً شرب كميات كافية من الماء حتى تعوض السواء اللي يفقدها الجسم من خلال عملية التعرق أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية حتى تحصل يا أبطال على الفوائد يجب أن تعمل بالمتطلبات اللي ذكرناها وتمارس نشاط الرياضي حتى تحصل على هذه الفوائد يا أبطال اللي أكيد تحسن يقتك القلبية التنفسية تحسن صحة عقلك ومزاجك تحافظ على وزنك الصحي المناسب تقيك من عدة أمراض كأمراض القلب السمنة السكر من الدرجة الثانية كفان الله وإياكم شرها كما تجعلك قادراً على ممارسة جميع أنشطك خصوصاً الرياضية ما أننا نتكلم عن أهمية ممارسة الرياضة أول تمريد معنا لهذا اليوم الجري الخفيف في المكان على قدم ينقف وقفين في مساحة آمنة مرتدين الزي الرياضي مع بعض تمريين جماعة أبتدي واحد مين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نمانية تسعة عشرة واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نمانية تسعة عشرة سنتم يا أبطال التمرين الثاني تمريين سكوات نفتح القدمين باتساع الكتفين أوساء قليلاً النزول ببطء يا أبطال بهذا الشكل والصعود ببطء بعدة واحدة يا أبطال جاهزين مع بعض تمريين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال تمريين الثالث القبس على أطراف الصابع القدمين يا أبطال لمدة عشرين ثانية جاهزيني أبطال مع بعض تمريين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد نين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر ننتقل للتمريين الرابع أبطال نفتح القدمين بهذا الشكل ثلاثة الجذل الأسفل يا أبطال اليدين جانبا اليد اليمنى تلمس القدم اليسرى واليد اليسرى تلمس القدم اليمنى بالتبادل جاهزيني أبطال مع بعض تمريين جماعة يبتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لمانية تسعة عشرة واحد نين ثلاثة أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال ننتقل لتمريين إطارات يا أبطال نضم القدمين بهذا الشكل الركبتين تكون ممدودة يا أبطال نرأي عدم سنيهم نزول حتى تصل إلى أقصى قدر تستطيع وصولها بشرط ألا تثني الركبتين يا أبطال جاهزين مع بعض تمريين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أمانية تسعة عشرة واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية يا أبطال ننتقل للتمريين الأخير سحب القدم اليمين باليد اليمنى والقدم اليسار باليد اليسرى نبدأ بالقدم اليمين مع بعض تمريين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وقدم الأخرى يا أبطال واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال كذا نكون انتهينا من أداء تمريين رياضية تذكر دائما أن الرياضة ممارسة الرياضة تنعكس على حياتك الصحية تبعدك عن أمراض تحسن صحة عقلك ومزاجك وأيضا تجعلك قادرا على الممارسة الجميع عن شرطك اليومية تحافظ على ممارسة الرياضة حتى تعيش سعيد وأيضا تبتعد عن أمراضي أبطال خلونا نشوف درسنا لهذا اليوم التمرير بيد واحدة من مستوى الكتف أحد أهم المهارات في كرة السلة ويجب على كل لاعبي كرة السلة معرفة الطريقة الصحيحة لأداء هذه المهارة يا أبطال لما نقول التمرير مستوى الكتف خلاص رح يكون التمرير الكرة رح تكون عند مستوى الكتف لما نقول بيد واحدة أي باستخدام يد واحدة يا أبطال الكرة أو اليد التي تؤدي المهارة تكون يد واحدة يا أبطال وعدم استخدام اليدين كما في بعض التمريرات الأخرى يجب عليك أن تكون تعرف الفرق بين كل تمريرة وماتا تستخدم هذه التمريرة ويجب عليك الإلمام بجميع التمريرات وفق الخطوات الفنية كما نذكرها ونعرضها لكم يا أبطال الخطوات الفنية أولا تبدأ المهارة من وضع الوقوف الوضع أماما وثنين ركبتين قليلا مسك الكرة باليدين تبدأ من وضع الوقوف تسيطر على الكرة من خلال مسكها بكلتا اليدين يا أبطال وثنين ركبتين قليلا رفع الكرة للأعلى حتى مستوى الكتف مع فرد الركبتين وثنين الرسغين قليلا إلى الخلف يا أبطال يكون يا أبطال بالشكل هذا لما أقف تكون يا أبطال تثني الركبتين والكرة هنا يا أبطال مجرد ما أرفع الكرة باليدين يا أبطال اليد الأخرى تكون فقط ساندة تكون عند مستوى الكتف يا أبطال وتكون يا أبطال من خلال خروجها من الكتف يا أبطال بيد واحدة اليد الأخرى تكون مجرد ساند للكرة دفع الكرة بأصابع اليد الممررة ومد ذراعها في اتجاه الزميل المستلم ومتابعتها بحركة كرباجية من الأصابع والرزق وتقدم إحدى القدمين أولا يا أبطال عند مسك الكرة بشكل صحيح تثنى اليد من خلال مفصل الرزق للأسفل يا أبطال أو للخلف عفوا يا أبطال حتى تستطيع دفع الكرة يا أبطال لما نقول بحركة كرباجية من خلال يا أبطال ثاني الرزق للخلف بعدها مد الرزق للأمام يا أبطال رح تخرج الكرة من خلال حركة اليد أبطال هذا مفصل الرزق هنا لما يعود للخلف يا أبطال بالشكل هذا مجرد ما تلعب الكرة رح تنطلق اليد أبطال بحركة كرباجية وبعد ذلك متابعة أداء التمرير يا أبطال أي في البداية نقف الوقوف ووضع أماما مسك الكرة يا أبطال تنتقل الكرة عند مستوى الكتف ثاني مفصل الرزق يا أبطال للخلف وبعد ذلك أداء التمرير يا أبطال من خلال دفعها بالأصابع يا أبطال من مفصل الرزق نشوف أداء المهارة هنا البطل نشوف الحركة كيف تصدر من نفس الرسخ نشوف حركة رياد بعد خروج الكرة يا أبطال النظر للمستلم يصال الكرة بشكل صحيح الكرة عند مستوى الكتف يا أبطال والتمرير بيد واحدة من مستوى الكتف نشوف هنا يا أبطال لما يتم نقل الكرة يتم نقلها باليدين فقط حتى نحاول أن نسند الكرة بيد الأخرى ولكن أثناء التمرير نستخدم يد واحدة يا أبطال نشوف المتابعة بقدم واحدة يا أبطال نتقدم القدم الخلفية للأمام وأيضا بعد خروج الكرة نشوف كيف تخرج الكرة وبحركة كرباجية يا أبطال من مفصل الرسخ نشوف كيف يتم دفع الكرة بالأصابع ثاني مفصل الرسخ للخلف وبعد ذلك للأمام أثناء لعب الكرة من مستوى الكتف السؤال الأول الفيديو المرفق يا أبطال هو لمهارة التمرير بيد واحدة من مستوى الرأس أو الكتف يا أبطال أكيد يا أبطال أخذنا التصور عن أداء المهارة أخذنا الخطوات الفنية لها شوف ترفع الكرة عند مستوى يا أبطال أحسنتم الكتف فالفيديو المرفق هو لمهارة التمرير بيد واحدة من مستوى الكتف في كرة السلة الختام يا أبطال حاول تطبيق الخطوات الفنية كما نذكرها دائما في كل حصة وتعلم جميع أشكال التمرير حتى تتقن أعداء لعبة كرة السلة ودمتم بصحة ونشاط